موسيقى اعلن تحالف دعم الشرعية مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قياديون في مأرب والجوف وتدمير آليات عسكرية خلال الساعات الماضية وقال التحالف في تقريره اليومي انه نفذ 31 عملية استهداف خلال 24 الساعة الماضية قضت على 110 من عناصر الميليشيات ودمرت 20 آلية عسكرية مشيرا الى تدمير اربع طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في الاجواء اليمنية كما اعلن استهداف آلية عسكرية واحدة تابعة للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي مشددا على دعم عمليات القوات اليمنية في تلك المناطق تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة جنوب مأرب وقال مصدر عسكري للمركز العلامي للقوات المسلحة ان ابطال الجيش والمقاومة شنوا هجوما كاسحا تمكنوا خلاله من تطهير مواقع مرتفعات حاكمة والحق بالميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة واضاف ان مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للميليشيات الحوثية واعطبت اثنين اطقم وسقوط من عليهما بين قتيل وجريح وبالتزام دمر طيران تحالف دعم الشرعية اربعة اطقم وعربتين بي ام بي ومصرع جميع من كانوا على متنها كما نفذ ابطال الجيش والمقاومة هجوما خاطفا استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة غرب مأرب واسفر عن مصرع وجرح العديد من عناصر ميليشيات الحوثي واعطاب معدات وآليات عسكرية متنوعة تابعة للميليشيات تمكنت قوات الجيش الوطني من افشال محاولة تسلل للميليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا على مواقع الجيش الوطني في وادي عارب مدرية الصفراء بمحافظة صعدة واكد مصدر عسكري ان مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للميليشيات وتعزيزاتها اسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات التي حاولت التسلل الى مواقع الجيش الوطني فيما لاذ البقية بالفرار نشر المركز الاعلامي لألوية العمالقة تقريرا عن العملية العسكرية التي نفذتها القوات المشتركة تكللت بتحقيق انتصارات عسكرية كبيرة والسيطرة على العديد من المناطق والسلاسل الجبلية الاستراتيجية التي تربط محافظة الحديدة بتعز والحدود الادارية لمحافظة ام حيث تمكنت من السيطرة على جبل عمر ومنطقة المحجر شمال النجيبة وبعدها طهرت مناطق عدة جنوب حيس وصولا الى جبل البرشة الاستراتيجي في مدرية مقبنة بمحافظة تعز وفي ذات السياق تقدمت القوات المشتركة شمال مدرية حيس وسيطرت على مفرق العدين الذي يربط مدرية حيس بالجراحي ولفت التقرير الى ان الميليشيات الحوثية تلقت ضربات موجعة وتكبدت على اثريا خسائر فادحة في العتادي والارواح وسقوط المئات من عناصرها بالاضافة الى تدمير العديد من الاليات العسكرية الثقيلة اغتنام اخرى بينها دبابات واسلحة متوسطة وثقيلة استشهد ثلاثة مدنيين واصيب ثلاثة اخرون جراء انفجار لغم من الالغام والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحوثي بسيارة مدنية في محافظة الجوف وافاد المرصد اليمني للالغام باستشهاد المدنيين الثلاثة جراء انفجار لغم مضاد للعربات بمركبة كانوا يستقلونها في الطريق الصحراوي الرابط بين محافظتي مأرب والجوف موسيقى 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 اشتركوا في القناة